ساد الأنام ونوره ملأ الدنار بالمكرمات وبالعلوم الزاهرة هو للنفوس طبيبها ودواؤها وبعدله قرت عيون ساهرة وبعدله قرت عيون ساهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله دولة كريمة عادلة ورحيمة أيضا وهذه الرحمة ليست مجرد سياسة يتبعها الحاكم يتوخى فيها مصالح سياسية فإذا اقتضت المصلحة إظهار الرحمة والمرونة يظهرها وإذا اقتضت المصلحة العنف زاول العنف دولة النبي ليست كذلك دولة رحيمة ورحمتها جلية في خصائص زعيمها وقائدها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل أرسله رحمة للناس مو رحمة لأجل المصالح مو رحمة لأجل التخوف من الأضرار وإنما رحمة كصفة إنسانية عظيمة تتجلى في كل أفعاله وقراراته وأقواله وشهد له الباري عز وجل بذلك في هذه الآية المباركة التي تلخص منهجية النبي في التعامل مع الناس وهذه المنهجية ليست مأخوذة من أقوال المؤرخين وإنما من شهادة الباري عز وجل له في منهجه في التعامل مع الناس يتلخص هذا المنهج بهذه الآية المباركة وباعتبارهم هذه الليلة هي آخر ليلة لهذه السلسلة ونوكل التفاصيل الأخرى إلى مناسبات أخرى نلخص البحث يقول عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هذه الآية من سورة آل عمران تحكي عن صفة النبي الذاتية ذاتيه الرحمة طبعه الرحمة فطرته نفسه قلبه كله رحمة فبما رحمة هذه الماء استفهامية عجبية يعني بأي رحمة عظيمة تتصف بها بحيث عملت الناس بالرفق وبالليون وعفوت عنهم واستغثرت لهم من هؤلاء هؤلاء الذين خذلوا النبي في معركة أحد خمسة من المخالفات الكبيرة ارتكبوها في مخالفة النبي كل مخالفة منها بحسب قوانين اليوم تستحق القتل أو السجون الطويلة سأذكر لكم هذه المخالفات الخمسة بالرغم من هذه وكل واحد منها تترك أثرا في نفس النبي ولكنه كان رحيما عفوا غفورا لا يتعامل معهم بالغلب ولا بالشدة تعامله فوق المصالح الشخصية تعامله فوق المصالح السياسية فالباري عز وجل يقول فبما رحمة يعني فبأي رحمة عظيمة تتصف أنت يا رسول الله فعفوت عنهم واستغفرت لهم وشاورتهم في الأمر هذه الرحمة لا تنفك عن رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان رأيه الحرب وكان رأيه البقاء في المدينة وعدم الخروج إلى مواجهة قريش هذا كان رأيه ولكن الصحابة كانوا مصرين على الخروج من المدينة ومواجهة قريش وهذه كانت مخالفة أولى منهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هم يقدمون رأيهم على رأي نبيهم النبيهم استجابة لهم لب سلامة حربه بعد أن لب سلامة الحرب تندموا بعضهم قالوا إحنا شلون فرضنا الرأي على النبي طلبوا من النبي أن يخلع لامة حربه قال لا ينبغي لنبي إذا لب سلامة حربه أن يخلعها هذه المخالفة الأولى المخالفة الثانية في خطة الحرب عين رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من الرمات خلاهم خلف معسكر المسلمين في الجبل وأوصاهم أن لا يخوضوا في الحرب أبدا وإنما هم مجرد يحمونهم من الخلف لما انهزم المشركون والمسلمون وراءهم هؤلاء أغرتهم المصالح والغنائم فخالفوا الخطة ونزلوا من الجبل فجاءهم العدو من الخلف وكان هذا سبب هزيمة المسلمين في معركة أحد مثل هذه القضية شنو تستحق في قانون اليوم المخالفة الثالثة تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وانهزموا نادى أحد المنادين في وسط المعركة أن رسول الله قد قتل أشاعوا هذه الإشاعة فكل ضعيف الإيمان فر من المواجهة وبعضهم أخذ بالفرار يوما وليلة طويلة حتى بلغ حدود البحر الأحمر من المدينة إلى حدود البحر الأحمر لما رجع رسول الله المخالفة الثالثة المخالفة الرابعة أخذ في أن النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم إلى نصرته ولكنهم شنو لا يسمعون حتى إلى الاستغاثة وإلى الندار لا يستجيبون آية مخالفة أخرى المخالفة الخامسة وهذه كانت أوجع على قلب النبي صلى الله عليه وآله لأنهم بالأصل بعضهم ضعاف الإيمان بعضهم جاي في المعركة لأجل المصالح أخذوا يشيعون في الناس أن رسول الله هو الذي قتل أبناءهم في المعركة هو الذي أخرج أبناءهم للحرب فقتلوا وكل واحد من هذه توجع قلب النبي صلى الله عليه وآله وتؤثر عليه لكنه لم يتعامل معهم معاملة الأخلاق في الحرب الفار يقتلوه أو يسجنوه المخالف للخطة الذي يكون سبب في الهزيمة الذي يعد خائن كل هذه بحسب قوانين الحرب حتى في يومنا هذا كل واحدة منها تستحق القتل أو السجون الطويلة الأمد ولكن رسول الله لم يسجن أحدا منهم ولم يقتل أحدا منهم عاملهم بالعفو لذلك الله عز وجل بصيغة الماء الاستفهامية التعجبية يقول له فبأي رحمة عظيمة أنت تتعامل مع الناس تعفو عنهم وتستغفر لهم ورغم أنهم ناس هكذا خذلوا النبي مع ذلك لم يقصهم عن الحياة ولم يقصهم عن القرار يشاورهم في الأمر إذا وجدتم مثيل لمثل هذه السياسة حدثونها ذكروا أن من عجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان أجمع الناس لدواع الترفق وعلو الشأن فعلا إذا نحصي خصائص النبي بالقياس إلى غيره من البشر أن الرجل الأول في عالم البشرية هو في خصائصه علائم الرفعة والسمو كلها مجتمعة فيه خب هذه عند الناس من دواع الرفعة من دواع الترفع وعلى تعبيرنا أنه لو ترفعه على تعبيرنا هذا يستاهله ولكن رغم بالرغم من أنه يحظى بكل عوامل الرفعة كان أكثر الناس تواضعا من جهة المقام في غاية العلو من جهة الأخلاق في غاية التواضع اليوم نحن حينما نلحظ بعض الناس يتميز ببعض المزايا العادية شون يترفع ويشمخ بأنفه على غيره رسول الله الرجل الأول في عالم الخليقة كل خصال الكمال والجمال موجودة فيه ولكنه أكثر الناس تواضعا في مجمع البيان هكذا يقول كان أجمع الناس لدواع الترفع لكنه كان أدناهم تواضعا وذلك شلون هو أعلى الناس أنه كان أوسط الناس نسبا يعني هي دواعي الافتخار بين الناس شنو هي لو أنساب لو أحساب لو مزايا ليش الناس بماذا يترفع الناس ويتعالون لو بنسبهم لو بحسبهم لو بمزاياهم يقول كان أوسط الناس نسبا هنا الأوسط يعني الأرفع أعلاهم نسبا وأوفرهم حسبا وأوفرهم حسبا وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم وهذه كلها دواع الترفع لو نسب لو حسب لو مزايا ثم كان من تواضعه أنه أكثر الناس تواضعا واليوم نحن نشوف هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله يمكن رجال عاليين في بيوتهم ما يسووها كان يرقع الثوب كم من الرجال يخيطون ثيابهم في بيوتهم إذا مزق الثوب إذا قطع منه زر أو شيء الرجل هو ليسوي هذا رسول الله كان يرقع ثوبه ويخصف النعل ويركب الحمار الحمار في ذاك الزمان أدنى مركوب أكو أعلى منه البغل وأكو أعلى منه الفرس رسول الله أدنى مركوب كان يركب ويعلف الناضح الجمل هو يطي طعاما مو خادمة مو عبدة الجمل اللي يسقون فيه الماء الناضح يعلفه بيده ويجيب دعوة المملوك حتى العبد القن إذا دعاه إلى دعوة يستجيب له ويجلس في الأرض ويأكل على الأرض هاي أخلاق النبي صلى الله عليه وكان يدعو إلى الله من غير زأر زأر يعني من دون صياح يتكلم بهدوء مع الناس مو يصيح وكأنه يملك رقابهم ولا كهر كهر يعني عبوسه مو معبس بوجوه الناس حتى مع الكفار زيدي هدي له واحد مو يعبس بوجوه وصيح عليه ولا زجر ما يردع أحد ونفر منه هاي العبارات في مجمع البيان موجودة فرحمته كانت تسع العدو والصديق والقريب والبعيد حتى من يقابله وهو جلف في تعامله قاسي في أسلوبه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحتويه برحمته ورد أن في حرب أحد لما انهزم المسلمون بحسب التفصيل اللي تقدم اتركوه وأمير المؤمنين وبعض أنصار وفي آي المعركة رسول الله أصيب ببعض الضربات وأوذيه أذى شديدا فبعض أصحابه قال له لرسول الله قال أدعو على هؤلاء الفارين يا رسول الله اللي خذلوك هم اللي ألزموا بالحرب وهم اللي خذلوه فيها قضية موجعة واحد هو يجيب الحرب لرسول الله ثم بعد ذلك هو يخذله وينهزم فقال له أدعو على هؤلاء المنهزمين الخاذبين حتى يهلكهم الله عز وجل هذا الآن وقت شنو وقت انتقام وقد تشف فيه أي قائد أدنى ما يتصرف فيه أن يعاقب هؤلاء لكن رسول الله صلى الله عليه وآله بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لو كانوا يعلمون قيمة الجهاد وقيمة الثبات مع رسول الله من هزموا لكن ضعاف إيمان إذن هو لم يتخل عن أحد من الناس وإن كان خاذلا أو متخاذلا هذه الرحمة ليست رحمة ناشئة من الدواعي السياسية مو معقول أن تكون ناشئة من الدواعي السياسي وإنما رحمة ناشئة من الطبع الطيب والرحمة الذاتية اللي يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله في بعض كتب التاريخ ورد هذا أن أعرابي جاءه يستعينه يستعينه برسول الله صلى الله عليه وآله في شيء يعني يطلب مننا مال يطلب مننا فتعطية أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لأنه ما كان من أخلاقه أن يرد أحدا أي واحد يسأل من عنده كان يستجيب إليه فأعطاه شيئا يبدو هذا الأعرابي كان طامع بالأكثر ما قبل بهذه العطية اللي رسول الله أعطاه رسول الله هم يعلم بحاله فسأله قال هل أحسنت إليك بهذا العطاء اللي يطلته قال الأعرابي لا ولا أجملته أعرابي صريح ماكو مجاملات لا ولا أجملته فغضب بعض المسلمين عليه هو بعضهم استعجلين وهموا أن يقوموا إليه حتى يضربوه في نظرهم هم وجايين أدبوا هذا العرابي في منطقهم فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم أن كفوا تركوا ما لكم علاقة في الموضوع فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بعد النبي ما كلم شيء قام وذهب إلى منزله دع الأعرابي خليجي هذا الرجل دعاه إلى بيته فلما جاء قال له إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت ما أحسنت ولا أجملت فزاده رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا خلّه بعد شيء آخر إضاف إلى العطية الأولى وقال أحسنت وقال أحسنت إليك الآن شلون صارت القرية فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا زين فقال النبي صلى الله عليه وآله شفوا الحرص شفوا الرحمة إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء هاي العبارة اللي قلت لا أحسنت ولا أجملت أصحابي شالوا بقلوبهم عليك زين غير على القاعدة يعني هكذا فإذا جئت بعد أن انطال العطية الثانية فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم هذا الغل يطيب خواطرهم يطيب نفوسهم يزيل العداوة بينهم وبين هذا الأعراب سوء الظني شي له فالأعراب قال نعم أفعل فلما جاء الأعراب قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن صاحبكم قال لأصحابي إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه مرة ثانية فزعم أنه قد رضي كذلك يا أعراب تراضي شوفون في الرواية حتى اسمه ما يسئله شنو اسمك تمني يا عشيرة تمني يا مكان يتعامل وياك شخص فقال الأعراب نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وعليه نان الحكمة البالغة في هذا الحدث قال رسول الله صلى الله عليه وعليه إن مثلي ومثل هذا الأعراب اللي في البداية أصحاب رادوا يقومون إلى وضربوا مثل إن مثلي ومثل هذا الأعراب كمثل رجل كانت له ناقه فشردت شردت من عندها فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فعلا الحيوان الفار من أهله إذا الناس كلها تركض وراه بعد وين يوقف هذا يزيد نفور فقال لهم صاحب الناق قال للناس خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها تركوها وأنا أعلم بها فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض يعني حشائش شيء من الأرض ودعاها للناق حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها هذا المثل ثم قال لهم وإني لو أطعتكم اللي ردت تضربوا لهذا الأعراب وتأدبوا في نظركم حيث قال ما قال لدخل النار وبواحد يقول خلي دخل النار وإذا دخل النار حريص عليكم بالمؤمنين وين هذه الصفة في قائد دولها زعيم دولة بين أصحابه يأتيه رجل أعرابي يتعامل معه بهذه المعاملة الخشنة ومع ذلك لا يبدي له أي رد فعل عنيف وإنما رحم هذه مو سياسة خصوصا وأن الناس إذا صار عدهم قوة في مثله تحالة تأخذهم الأنفة والعزة بالإثم وهذا جاي بين أصحابه هني وهذا شنو قيمته وأخذوه ضربوه سجنو إلى آخرين لكن رسول الله ليس هذا نهجو الآية الشريفة التي قرأناها تبين منهج النبي في التعامل مو فقط نفسه وذاته رحيمة منهجه هم يقوم على هذا أشارت على أن منهج النبي يقوم على ثلاثة محاور المحور الأول اللين والسهولة هذه السهولة وحدها تحتاج إلى أكثر من مجلس اللين في تعامل القائد والسهولة في إجراءاته إذا لاحظ نحن اليوم اللي العالم يزعم أنه متطور ومرتقي شوفون شقد أكو روتين وتعقيد في تعاملات الناس شقد أكو عقد في دوائر الدول ودوائر الحكومات تريد تسكن فد مشكلة تريد السافر فد مشكلة ابنك يجي للدنيا فد مشكلة تريد تدرس فد مشكلة عقد في الطريق روتين ماكو سهولة وكأن الحياة صبت على التعقيد وليس على السهولة لكن في دولة النبي الأصل هو اللين والسهولة الناس يشوفون الرسول بينهم بين أيديهم يروح ويجي لا قصور تعزله ولا حمايات تفصله فهي واحد يلتق بأنه يلتق ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك لذلك هاي المحبوبية اللي لرسول الله في قلوب الناس إلى يومنا هذا باقية وستبقى لأن هاي المنهجية هي اللي يجيب المحبوبية للناس أمرها القصور والحمايات والكبكبات والتفاخر والتعالي على الناس والعزلة عن الناس ما تجيب محبوبية أبدا الاحتكاك بالناس التواصل مع الناس هو اللي يجيب المحبوبية وهذا في الطاقة المعنوية لرسول الله أشرنا إلى هذا هذا المحور الأول المحور الثاني العفو والاستغفار لاحظوا تارة الحاكم يعفو عن المخطئ عن الزال العفو معناه شنو أنه يزيل الأثر النفس اللي في قلبه عن الطرف المخطئ عن المذنب في مقابل كظم الغيض العفو غير كظم الغيض كظم الغيض يعني هو غاضب عليه في قلبه ولكن لا يظهره على لسانه أو يده هذا كظم الغيض أما العفو لا مو فقط لا يظهره في قلبه هم يمحي الأثر يزيل الأثر فالآية ما تقول تكظم غيضك تقول تعفو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفو عنهم مو إكظم غيضك حتى الأثر في القلب أيضا لا يبقى وهذه مرحلة أعمق ولكن العفو نفسه لا يمحي العقوبة العفو يمحي الأثر في القلب ولكن لا يمحي العقوبة العقوبة ربما تكون موجودة وهذه متعارفة يعني موجودة هذه حتى في ما يتعلق بحقوق الناس مثلا يعني غالبا حقوق الناس تتضمن حق لله عز وجل فيها الشخص الذي يستغيب أحدا حتى لو ذاك الذي استغابه عفى عنه ولكن ربما الله عز وجل يعاقبه لأنه تجرأ في المعصية الشخص أكل مال الغير حراما صاحب المال ربما يعفو عنه لكن لله عز وجل أن يعاقبه لأنه تجرأ في أكل المال مال الغير هذا بهالزمان يسموه حق عام لكنه في الشريعة هو حق الله عز وجل هذا الحق في العفو يزول الأثر ولكن ليس بالضرورة العقوبة تزول لذلك الآية الشريفة قالت أعفو عنهم واستغفر لهم حتى الاستغفار شي سوي يزيل حتى العقوبة فيزيل الأثر ويزيل العقاب على من على أناس فروا من الزحف خذلوا رسول الله وكاد أن يقتل وكل المشروع الإلهي يختل ويخرب كل المشروع الإلهي في بعثة النبي ودين الإسلام كله يختل مع ذلك لا قتل أحد لا سجن أحد ولا حتى عاتب أحد المحور الثالث مو فقط يعف عنهم ويستغفر لهم يشاورهم في الأمر يجعلهم مستشارين لاحظوا هنا في هذا التعبير الآية المباركة تقول وشاورهم مو تشاور معهم شاور للإشارة إلى أن النبي ليس بحاجة إلى مشورته رسول الله بعلم النبوة هو مظهر علم الله لا يحتاج إلى مشورة أحد لذلك ما قال التشاور لأن إذا قال تشاور معهم يعني هو بحاجة إلى رأيهم أيضا يستضيء بآرائهم الآية قال تشاورهم أنت شاور وإن كنت شنو في غناء عن رأيهم عن آرائهم ليش حتى تطيب خواطره لا يشعرون بأنهم في معزل عنك وفي نفس الوقت تكون سنة من بعد النبي صلى الله عليه وآله أن الحاكم يستشير الناس ويأخذ بآرائهم سياسة الإقصاء والاستبداد والتفرد والتفرد بالرأي وإلغاء آراء الناس ليست من الإسلام في شيء ولا في منهج النبي صلى الله عليه وآله منهج النبي تشاوري دولة النبي تشاورية للناس رأيهم والنبي شاورهم ليس لحاجته إليهم وإنما حتى هذا المنهج الصحيح هو الذي يمشي ويمضي ويكون سنة من بعد النبي صلى الله عليه وآله زين ولا يمنع أن تكون هناك شورى مع الحفاظ على مركزية القرار لذلك الآية الشريفة تقول فإذا عزمت فتوكل إذن التشاور والشورى لا يمنع من وجود وحدة في القرار ومركزية في القرار وحد ليتوهم بأن هناك تنافي لا تنافي ما كو زين طبعا حس هنا أكو بحث فقهي في هذه الآية بس نحن الوقت بعد بدأ يخلص وينتهي الآية وردت بصيغة الأمر في الشورى شاورهم والأصل في الأمر الشرعي هو الوجوب معناه أن الشورى واجب هذه فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مأمورا بالشورى واستشارة الناس غير النبي غير المعصوم يكون بشكل أولى بشكل أولى عليه أن يستشير بنحو الوجوب لا بنحو الاستحباب كما يقول الكثير من المفسرين أنها استحبابية لا مستحبابية الأمر ظاهر في الوجوب والغاية ليست الحاجة من قبل النبي إلى الرأي وإنما وضع المنهج وضع المنهج يقتضي الوجوب مستحباب هذا البعض يقول خب الآية تقول فإذا عزمت فتوكل على الله هذا العزم معناه العزم بعد الشورى عزمته ولا لا يُعقل أن رسول الله يستشير أصحابه فإذا أعطوه الرأي يعمل على خلافه هذا نقض للغرض هذا يستلزم لغوية الاستشارة لابد أن يكون المراد من الآية فإذا عزمت بعد المشورة وأخذ الرأي أن تعمل برأي الشورى حتى يتحقق الغرض وإلا لكان فعل النبي بلا أثر وهذا غير صحيح بل الأثر يكون معكوسا أنه يستشير أصحابه ثم لا يعتني بآرائه هذا شون تطيب للخواطر هذا تعكير للخواطر وهذا بحث مفصل ما نقف عنده لكن فقهيا هو هكذا زين هنا ينبغي الالتفات إلى أمرين الأمر الأول الشورى التي أمرت بها الآية المباركة ليست الشورى في أمر الدين لأن الدين من الله عز وجل وأحكامه من الله لا شورى في تعاليم الدين إذن وين الشورى في أمور الدنيا ما يتعلق ما يتعلق بأمور الدنيا وتدبير الأمور وليست في أمور الدين الدين يأتي بالنص من الله ورسوله والأئمة الطاهرين أما الشورى في أمور الدين مو صحيح الأمر الثاني أن الشورى تكون في تدبير الأمور لا في اختيار القائد المعصوم واحد ليت وهم يقول النبي خب هم شورى الإمام هم شورى لا هذا مفهوم خاطئ الشورى في القائد غير المعصوم أما المعصوم يتعين بالنص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله ومنه يعرف بأن الشورى التي وضعها عمر في مقابل أمير المؤمنين هذه الشورى باطلة باطلة حتى في المنطق العقلي حتى في المفهوم السياسي في المفاهيم السياسية اليوم هي باطلة لماذا لأن النبي عين الخليفة الخليفة والكل يقر بأن النبي فعله وقوله من الله والله هو الذي عين زين الشورى التي وضعها أمر إذا أراد بها شورى عموم المسلمين إذن ليش خصصها في الستة وإذا المراد شورى أهل الحل والعقد ليش حصرهم في الستة أكل كثير من المسلمين من أهل الحل والعقد ما كانوا في هذه الستة كثير من أصحاب الوجاهات والزعامة وأصحاب النفوذ وخصوصا أمير المؤمنين ما موجودين في هذه الشورى فالشورى بحسب حتى المفاهيم السياسية اليوم هي باطلة وليست بشرعية وليست بصحيحة مع تفصيل أكو في هذه القضية الآن مو في محل سين الأمر الآخر الذي ألفت إليه الأنظار وأختم الكلام الباري عز وجل في الآية التي بالأمس بحثناها في سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه الله صلى الله على محمد وآله محمد والذين معه أشداء على الكفار رحمى بينه قلنا معنى المعيّة شنو؟ المعيّة المنهجية مو معيّة الأبدان مو معيّة المصلحة معيّة المنهج هذا يدعو إلى البحث اليوم جمعا بين الآيّتين نشوف من الذي يمثّل منهجية النبي قطع النظر عن كل الأدلة وكل البراهين وكل المناقشات والمحاورات التي كانت ولا زالت جارية هل للنبي من كان معه ويمثّل خلافته أم لا الذي مع النبي هو الذي يمثّله مع النبي في المنهج والذي يخالف النبي في المنهج لا يمكن أن يمثّله ويكون خليفة عنه هناك مقارنة أجراها ابن أب الحديد في شرحه لنهج البلاغة هذه المقارنة تحدّث عنها تفصيلا بين علي أمير المؤمنين وبين عمر في الصفات وفي الأخلاق الآية الشريفة تقول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ الْإِنْتَلَوْهِ وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ رَحِيمُ رَسُولُ اللَّهِ عَفُوْ رَسُولُ اللَّهِ غَفُورْ رَسُولُ اللَّهِ مُشَاوِرْ هذه صفاته هل صفات أمير المؤمنين هكذا لأصفات أمير المؤمنين هكذا في حلم أمير المؤمنين وصفحه ولينه هو يقول هكذا له شواهد حلم أمير المؤمنين منها حلمه وصفحه عن مروان بن الحكم بعد وقعة الجمل وظفره عليه مع أنه أشد الناس عداوة له جابه تحت إيده وكان يقدر يقتله وخايد حرب ضده مو بس ضده ضد النبي شنو سوه بعد أمير المؤمنين شنو سوه ما قتله أميره صفح عنه ثنيا ابن أبو الحديد يقول وصفحه عن عائشة وإرجاعها إلى المدينة محترمة مكرمة ومعاملته مع أهل البصرة معاملة رسول الله مع أهل مكة بعد الفتح ما انتقم من أحد من أهل البصرة أنكم لماذا شاركتم في حرب الجمل لماذا دعمتم الجيش المعادي أفا عنهم مع أنهم حاربوه وضربوه وضربوا وجهه ووجه أولاده بالسيف بالسيف وواجهوه بالشتم واللعن في قضايا مفصلة أخو قصص هذا ابن أبو الحديد يقول هذا الكلام وكان أحلم الناس أمير الموني ثم استشهد بحلمه عن هؤلاء وغيرهم من أعدائه يعني هذا الحلم هو اللي يخلى الأعداء يتجرؤون عليه مع قدرته على الانتقام وهي أهناءنا العظمة تارة واحد عاجز تارة واحد قادر الكمال في الأفو عند المقدرة وأما سجاحة أخلاقه يعني ليونة الأخلاق وسهونة الأخلاق وبشر الوجه فإنه المضروب به المثل حتى عابه بذلك أعدائه أعداء اللي عقولهم قصيرة وصغيرة يشوفون أن اللين والسهولة فرد مثلا هذا كلام ابن أبو الحديد في أمير المؤمنين وأما في عمر لاحظوا ماذا قال روى عن الزبير بن بكار ابن أبو الحديد يروي أنه كان إذا غضب على بعض أهله مو على أعدائه على أهله على زوجته على أولاده لم يسكن غضبه حتى يعض يده عضا شديدا حتى يدميها هذا على أهله على أعدائه شنو وقد قال طلح لأبي بكر عند موته أبو بكر على فراش الموت حضر عنده طلح لأن عين أبو بكر عمر من بعده فحضر طلح عنده وقال له ماذا تقول لربك وقد وليت علينا أو وليت فينا فضا غليظا الله عز وجل يقول ولو كنت فضا غليظ القلب وهذا فضا غليظ أبو بكر ما اعترض ما قال له وليس بفض ولا غليظ يقول طلح إنا كنا لا نتحمل شراسته وأنت حي تأخذ على يديه إذا ثار إذا سوال فرد فتنة أنت توقف قباله سده فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة من يقدر يوقف قباله بعد هنا أنا هسه طبعا ابن أبي الحديد كالعادة حاول يوجه هذه الأمور لكن منطق العقل والشواهد كافية لإثبات هذا الشيء في نفس الوقت أقر بأن فضاضة الخلق تجعل صاحبها سيئا تصدر عنه أفعال كثيرة يجور بها على نفسه ثم على إخوانه ثم على الأقرب فالأقرب من معامليه حتى ينتهي به إلى عبيده وحرمه فيكون عليهم سوط عذاب هذه عبارة ابن أبي الحديد لا يقيلهم أثره ولا يرحم لهم عبره يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم حتى يبسط يده ولسانه وهم لا يمتنعون منه من يقدر يحاجي عنيف فضل غليظ بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لعاديته وتسكينا لغضبه وهو في ذلك يستمر على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا الله عز وجل يصف النبي بالرحمة وأنه عفو وأنه لي وأنه غفور من الذي يستحق بالقيام مقامه من يكون معه في المنهج أو من يكون معه في البدن ويخالفه في المنهج مسألة مطروحة لا كل مسلم اليوم يلاحظ الآيات ويسمع هذه الأمور الواردة في التاريخ ليست من كلماتنا وإنما من كلمات بعض المؤرخين والشارحين الذين يؤمنون بعمر مم الذين يخالفونهم يشرحون هذا حالا الأب في أسرته لا يمكن أن يتقبل بهذه الأخلاق كيف أمة تتحمله بهذه الأخلاق أمة بكامل يتلخص من كل ما ذكرناه أن من علائم الدولة الكريمة العادلة الرحمة في سياسة الحاكم والسهولة في إجراءاته وفي أنظمته والعدالة في قضائه إذا هذه ما موجودة لا يمكن أن تكون الدولة دولة عادلة أو دولة كريمة هذا ما يتعلق بالمحور الثاني من البحث المحور الثالث إن شاء الله إذا سلسلة أخرى إذا الله عز وجل وفقنا إليها نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ساد الأنام ونوره ملأ الدنا بالمكرمات وبالعلوم الزاهرة هو للنفوس طبيبها ودواؤها وبعدله قرت عيون ساهرة وبعدله قرت عيون ساهرة